تل أبيب ترفض الدعوات لتهديئة المواجهة مع إيران وتؤكد المضي نحو ما تصفه بمعاقبة طهران على هجومها رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو قال إن إسرائيل ستدافع عن نفسها بما يناسبها وستحدد ذلك بنفسها تعليق نتنياهو جاء بعد مطالب أمريكية وأوروبية بخفض تصعيد لكن يبدو أن نتنياهو لا يلقي لها بالا في الوقت الحالي لقد أتيت الآن من اجتماعات مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أشكر أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل وأقول ذلك دعما بالقول ودعما بالأفعال لديهم أيضا كل أنواع الاختراحات والنصائح أنا أقدر ذلك لكنني أريد أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا تصميم نتنياهو على استهداف إيران يبدو أنه كاد يقود لعمليات عسكرية يوم الاثنين فقد كشف موقر أكسيوس نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن تل أبيب فكرت في شن ضربة انتقامية مساء ذلك اليوم لكنها عدلت عنها لأسباب وصفت بالعملية وقال مسؤولنا أمريكي إنما وصفه بضربة إسرائيلية صغيرة ستؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي الولايات المتحدة قالت بوضوح إن دعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها قوي ولا يتزهزح وستواصله في هذا السياق نحن لدينا علاقات أمنية متينة منذ زمن طويل من جانب ثاني لا أحد يريد حربا إقليمية واسعة إسرائيل ملكي جو بايدن طالب مجلس النواب المصادقة على تشريع يقضي بدعم إسرائيل وأوكرانيا وأبدأ بايدن قلقا من التصعيد في المنطقة وحذر من أن الولايات المتحدة قد تنجروا إلى النزاع إذا نجحت إيران في تصعيد هجومها وقال إن إسرائيل هي الشريك واشنطن الأقوى في الشق الأوسط وليس معقولا أن تضل الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي إذا ضعفت دفاعات إسرائيل أمام إيران وتحدث بايدن عن تجديد دفاعات تل أبيب الجوية وتقديم المساعدة العسكرية لها